بسم الله الرحمن الرحيم مر البارحة كلام حول اللحن في القرآن الكريم وأن الذي يستأجر على ختم القرآن لو قيد استأجاره بصحة قراءته وبعد أن قرأ اكتشف الخطأ عليه الإعادة ولو لم يقيد فالمقدار المتعارف بين الناس من الخطأ لا يضر بصحة العمل نعم إذا كان الخطأ أكثر من المتعارف لا يعتبر فعله مجزية هذا الكلام البارحة مر وبالأثناء مر كلام أن الدعاء أيضا يفترض أن يقرأ بالطريقة الصحيحة هناك رواية مضمونها لا يقبل أو لا يستجاب دعاء ملحون يحاول الإنسان أن يصحح ما ورد من الأدعية عنهم عليهم السلام في دعاء الندبة هناك ثلاث فقرات وحدة ورد ثانية عادة يقروها خطأ حتى بالمفاتيح مفاتيح الجنان طابعيها بشكل خطأ كاتبيها بشكل مغلوط وحدة عزيز علي هذا الخطاب مع الحج عليه السلام عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوة المفروض هالشكل تنقرى ولا أسمعه لأن قبلها أن أرى أن أداة نصب تنصب الفعل المضارع ولا أسمعه هذه واو عطف المفروض تنقرى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوة أم كاتبيها ولا أسمعه وعادة يقروها الشكل ولا أسمعه هذه فقرة الوراها عزيز علي أن تحيط أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى كنت انقرى ولا ينالك لأن قبلها عزيز علي أن تحيط هذه الناصب تحيط منصوبة أن تحيط بك البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى يقروها ولا ينالك ومكتوبها ما الشكل غلط كاتبيها هذه الثانية الثالثة هم وراها بنفسي بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى ليش أمنية هذه منادة بنفسي أنت يعني أفديك بنفسي يا أمنية شائق أمنية منادة منادة مضاف المنادة إذا صار مضاف ينصب مثل ما نقول يا عبد الله هنا أمنية شائق هذا منادة هالشكل نقرأ هالشكل نفهمها بنفسي أنت يعني أفديك بنفسي أمنية شائق يعني يا أمنية شائق يتمنى بعضهم ربما يتصور هذه ليش الشكل أنت مو بنفسي أنت أمنية شائق يفترض أنت مبتدأ أو أمنية خبر هذا خطأ ليش لأن إذا ردنا نقول أنت أمنية بنفسي ما بقى لها متعلق بنفسي أنت أمنية شائق بنفسي شنو لازم لها متعلق بنفسي أنت يعني أفديك بنفسي يا أمنية شائق يتمنى أمنية بالفتح إذا قرأها أمنية تعتبر خطأ هذا مجرد تنبيه ما علينا نحن نحكي بالعلم الإجمالي زين القرآن الكريم هناك كلام حول هذه مسألة البارحة القرآن الكريم فيه قراءة هناك قراء مختلفون في آيات عديدة كل يقرأها بطريقة معينة القرآن برمته القرآن الكريم متواتر يعني ثابت بالقطع وبالتواتر أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله زين إحنا يحق لنا أن نقرأ على أي قراءة وصلت ذكرت لنا لا السيدان الخوئي والسيستاني قال كل قراءة ثبت أنها كانت في أعصر الأئمة عليهم السلام ولم يرفض الإمام قراءة معينة ما قال هذه القراءة لا تقرون بها يعني أمضاها عملا يجوز لنا أن نقرأ بها يذكرون أسماء ورش قالون عاصم عن حفص بن عباس اكرم يذكرون لهم قراءات اللي ثبت من القراءات أنه كان في زمن المعصومين عليهم السلام لأن الأئمة لم يقولوا شيئا هذا يعتبر امضاء امضاء لما هو موجود فنقرأ وما لم يثبت فرضنا شفنا بعض القراءات اللي نحتمل أنها حدثت بعد أعصر الأئمة عليهم السلام هذه لا دليلة على جواز القراءة بها الآن هناك بعض الكلمات اللي الفقهاء قالوا بجواز كل الوجهين أو أكثر من وجهين فيها موارد محدودة واحد منها ملك يوم الدين ومالك يوم الدين قالوا وهذه اثنين هم يصيرون اهدنا الصراط المستقيم بالسين وبالصاد اهدنا الصراط المستقيم ذين يجوز حين واحد يقراها الصراط واحد يقراها الصراط ملك يوم الدين مالك يوم الدين ولم يكن له كفوا احد بالقرآن الكريم مكتوب كفوا ضم على الكاف وضم على الفاء وفتح على الواو كفوا هالشكل وقال قال الفقهاء تجوز قراءتها باربعة اوجه كفوا هذه الموجودة في القرآن الكريم كفوا ان نسويها همزة كفوا كف ان اربع اشكال هذه ذكروها اما اي مورد اخر اللي في خلاف مشكل واحد يتصرب فيه هو هذا اللي يشوف مكتوب امامه يسوي يقرأه بعد الآن يقولون والله فلان قرب غير طريقة احنا علينا من فلان وفلان احنا علينا ما ثبت عن النبي والأئمة الطاهرين عليهم السلام غير ذلك ما ينفعنا في شيء طيب هذا بعض ما يرتبط بالقرآن اللي بارحة تكلمنا عن العلم الإجمالي فيما لو علم بوجود أخطاء في قراءته وكان ملزما بالقراءة الصحيحة مرة واحد ما أحد ما ألزمه يعني مو مستأجر مو ناذر لا هو قعد يقرأ إذا قيل له أنت تخطئ يقول ايه أنا اللي أعرف هذا كثيرا ما يصير عندي خطأ عندي خطأ يعني ما أقدر أضمن أنني أقرأ القرآن من أوله إلى آخره بالشكل الصحيح هذا قليل السؤال هذا الذي يقرأ القرآن وقد يعلم أن عنده أخطاء يأثر على صيامه شيئا الجواب له ليش لا لأن هو ممتعمد يعني الشبه وين تجي تعمد الكذب على الله تعالى نقول أنت تريد تكذب على الله عز وجل يقول أعوذ بالله أنا أريد أقرأ قرآن عندك اشتباه أو عند اشتباه الغلط مني أي مورد أنا ما أعرف وين الخطأ وين الصحيح اللي قعد أقرأ إلهي أنت تعلم اللي هو غلط أنا ما أعتبر قرآن أعتبر خطأ مني اللي يكون قرأته صحيح هو الذي نزل به الوحي الإلهي فما رح يأثر شيء به النية طيب الآن مسألة أخرى ترتبط بالعلم الإجمالي هناك امرأتان يعلم الشخص أن إحداهما في العدة والأخرى ليست في العدة وما يدري يريد يعقد على وحدة منهم مضيع يدري وحدة من هالثنتين لو هند لو سلمة هاي الأسماء القديمة عادة لو يقولون هند لو يقولون سلمة لا يقولون باكستان ولا يقولون غيرها مو مشكلة هند سلمة شمعت يسميها هذن الثنتين مثل زيد وعمر يعني هالاسمين مشوا أخذوا مفعول طيب هذه هند وسلمة وحدة بالعدة وحدة مو بالعدة بس مضيع ما يدري أي وحدة منهم في عدة وحدة ليست كذلك يجوز لا يقوم يعقد وحدة منهم لا ما يجوز لأن المرأة التي في العدة يحرم على الشخص أن يعقد عليها لا مو بس يحرم لو كان يدري هذه بالعدة وعقد عليها تحرم عليه مؤبدا مو فقط عقده باطل الصنحرم أبدية تصير الآن هو يقول أنا ما أدري وحدة منهم بالعدة أنا راح أتكلم وياه هذه أقول يلا تعالي نجري عقد قلت نسوي عقد أجري العقد هو ما يدري هذه اللي بالعدة أو ذيك يجوز أولا يجوز كمسألة لا ما يجوز ليش لأن هذا علم إجمالي أن إحداهما يحرم العقد عليها لو هذا حرام يعقد عليها لو هذا فالعلم الإجمالي هنا منجز للتكليف ما يجاوب يقدر يسأل يقول بله إحتي خرسات كان خرساوان أو لا ما يجاوب يخاف منهم المهم لسبب ما ما قدر يعرف فرضنا أنه ما عنده حل ف سو قام قال راح أسوي عقد وياه هذي وياه هند مثلا وأجري العقد ارتكب محرم إيه نقول ارتكبت محرم لأن يقول من يقول هذه بالعدة يمكن ذيك نقول لا يمكن ذيك لكن عندك علم إجمالي بأن إحداهما يحرم العقد عليها سؤال هل التي في العدة ملزمة بأن تقول ملزمة مفروض أصلا هي ما يجوز لها ما قالوا لأ الآن لسبب ما فرضنا ساكتات اثنين هم هو قال أنا أستحي أسألهم مثلا هذيك تدري واخفت واضح أن عليها لإثم وعقدها باطل الكلام الآن بالنسبة للرجل اللي ما يعلم هذه في العدة بس يدري وحدة منهم في العدة يعني إذا واحد قال نستصحب عدم كون هذه في العدة نقول خب الثانية هم نستصحب عدم كونها في العدة تعارض الاستصحابان لأننا نعلم أن إحداهما في عدة فعليه يجب اجتنابهما اثنين هم يكون يجتنبهم الآن سوى العقد ارتكب محرم ارتكب محرم أول شي يقدر يأخذها لا ما يقدر من يقول هذه صارت زوجته مو معلوم صارت زوجته لأن اكو احتمال هي في العدة خلصنا هذا امتهد هل حرمت عليه مؤبدين لا هذا الحكم ما رح يترتب لأن ما ثبت أن هذه هي التي بالعدة يصبر يقول أنا سويت حرام الآن استغفر الله ربي وأتوب إليه وما يروح يامها يقول روح عمي خلي بعد شهرين ثلاثة نشوف شنو القضية راحت مرت شهرين ثلاثة يقول إذا هذه بالعدة كانت انتهت عدتها وإذا ذيك ذيك مو بالعدة ما ندري ذيك أنا ما عقدتها الآن بعد شهرين ثلاثة يجي يرد على هذه اللي عقدها يرد يعقدها إذا واحد قال لا هذه يمكن هي اللي كانت في العدة وحرمت عليك مؤبدا يقول إيه ويمكن مو هي يمكن ذيك الحرمة الأبدية ما رح تصير لكن ارتكب حراما بعقده عليها سؤال أكو مورد تصير في حرمة أبدية إيه إذا كانت سابقا في عدة اثنينهم ثم علم أن إحداهم انتهت عدتها والأخرى لا زالت في عدة بس اثنينهم كانوا بعدة هذه كانت مرت زيد هند وقلنا هند وسلمة وزيد وعمر هذه هند مرت زيد وسلمة مرت عامر واثنينهم طلقوا نسوانهم هذا طلق مرته وذاك طلق مرته هذا الثالث قال زين خنشوف واحدة منهم ناخذها اجا الآن ويدري كل وحدة في عدة كانت بعدة مرت شهرين ثلاثة علم أن إحداهما انتهت عدتها بس ما يدري هذه أوذيك هنا شنو الموجود استصحاب بقاء كل منهما في العدة هذه كانت يستصحب الفرض الفرض الاولي ما 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 كانت في عدة وحده كانت الفرض الثاني اثنين هم كانوا في عدة الآن ю два الفرض الاول اللي وحده ما كانت في عدة ليش ما كانت اما ما كانت متزوجة مو متزوجة حتى تكون في عدة غير تتزوج ويطلقوها وتصير بعدة أو متزوجة ومطلقة لكن لا عدة لها إما يائس بلغة الستين أو غير مدخول بها اللي أساسا ما إلها عدة هذا الفرق بين الفرض الأول والثاني شوية فيه كلام مفصل خلوه غدل إن شاء الله وصلى الله وعلى الله وبركاته اشتركوا في القناة